السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الصغار كيف أنتم؟ أتمنى دائما أن تكونوا بخير وفي صحة جيدة إذن كما العادة دائما نبدأ حصتنا الأولى بحصة القرآن أو بمكون القرآن كيف ما سبقنا كنا بدين أولاد الله أرد عليكم إدعاقني صورة الدحى صورة الدحى إذا كانت منها تكونوا بديتوا قد حولوا مع أمكان تحفظوا عن عالوالدين ديالكم ودبا غنكملوا على التمارين يلا التمارين تتم كيف ما قلتكم أولادتي عنا تتمت التمارين لصورة الدحى عنا قلنا بدينا الصفحة الأولى الآن هنكملوا أصلوا كل بداية آية بتكملتها أعيد السؤال أصلوا كل بداية آية بتكملتها إذا اللحظة والذي معي الله أرد عليكم عنا عنا لدينا مجموعة من البطاقة تتضمن آية بطاقة الأولى والثانية والثالثة هذه بداية بالآية هنا تكملات ديالآية بطاقة الأولى عن الآية اللي فيها ألم يجدك ألم يجدك بطاقة الثانية ووجدك بطاقة الأخيرة بطاقة الأخيرة فأما اليتيمة فأما اليتيمة إذن هنا يا هدو تكملات ديالآية هنا يا بالآيات حان عائلا فأغنى عائلا فأغنى بطاقة تانية يتيما فأوى يتيما فأوى بطاقة الثالثة ضالا فهدا ضالا فهدا بطاقة الأخيرة فلا تقهر فلا تقهر يلا هولادي نعمل محاولة جماعية عنا قلنا هنا يا ألم يجدك هذه الآية هنشوفوا التكملة ديالآ ألم يجدك إذن أين هي البطاقة الصحيحة عائلا فأغنى يتيما فأوى ضالا فهدا فلا تقهر إذن رجعنا من صورة الضحى هلنقوله ألم يجدك يتيما فأوى وأعيد ووجدك فلا تقهر فأغنى ووجدك سنمر إلى السؤال الخامس سنمر إلى السؤال الخامس ركزوا معي سنمر إلى السؤال الخامس أصل الآية بالتي تليها بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والضحى البطاقة لعنى هنا نكتب فيهم الآيات والليل والليل إذا سجع والآخرة خير لك من الأولى ما ودعك ربك وما قال إذن أولادي ما هي تكملة الآية ما هي تكملة الآية إذن كيف ما سبقنا وقرنا صورة الضحى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى بطاقة صحيحة هي والليل إذا سجع والليل إذا سجع يلا سنتبع وسنمر إلى السؤال السادس أحيط بخط آخر الصورة طبعا اللي هي صورة الضحى أعيد السؤال أحيط بخط آخر الصورة اللي قلتكم أولادي هي صورة الضحى حين غادي نرجع ونقرأ ونردد مع الوليدين دينا ومع بعطيتنا صورة الضحى غادي نقرأها كاملة وغا نشوف آخر صورة صورة الضحى إذن أحيطوها بقلم الرساس أحيطوها خط مغلق على آخر الصورة عن سجا وعن قلا عن فترضا وعن فأوا فحدث فهدا لغرق زولة مازيان إذن ما هي الصورة آخر الصورة هي فحدث هي فحدث إذن سنحيطها بقلم الرساس يلا والآن سننتقل إلى مكوين القراءة سننتقل إلى مكوين القراءة وغدنا نكمل إلى التمرين بحرف القرص لكل ما أسبقنا منهم إذن الآن سأقرأ السؤال ألون البطاقات التي تكون كلمة الأقلاق وهذا السؤال ألون البطاقات التي تكون كلمة الأقلاق يلا في هذه الصورة نرى الأقلاق صورة الأقلاق ونحن نحن نبحث على الكلمات حتى نصل إلى كلمة الأقلاق لحن ح لا ص ق م لا ر قن أعيد الحروف ح لا ص ق ق م لا ر قن إذن أين هي الحروف يلا الحرف الأول في الكلمة من الغنة المتبع لا إذن ها هو حرف اللام عند الفتحة إذن سنلون حرف اللام بالفتحة الحرف الثاني ق ق هو القف بالسكون أين هو حرف القف بالسكون ها هو إذن سنلون حرف القف بالسكون لا لا حرف اللام بفتحة والآلف ها هو غلونه لا قن 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 في آخر الكلمة إذن أين هو أين هو ها هو حرف القف في آخر الكلمة ضمتين إذن من الغن تبعو الحرف الملونة لا ق لا قن إذن ستبعو 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 لونتو البطاقة صحيحة لكلمة لقلاق سنمر إلى السؤال الخامس سنمر إلى السؤال الخامس أن ألوينو البطاقة المناسبة أعيد ألوينو البطاقة المناسبة إذن ما هذا هذا قلم هذا قلم يلا الكلمة اللي عنا هي مكتوبة ق ل من أعيد الكلمة ق ل من يلا هنا هنا لدينا في البطاقة حرف القر بالفتحة حرف القر بالفتحة دي غنقروه ق غنقروه ق عنا د تون وعنا لا من وعنا س من إذن ما هي البطاقة الصحيحة والمناسبة حين غنرجعون الكلمة غنشفوا عنا ق لام إذن سنمر لامن سنلون لامن سننتقل إلى الصورة التالية لدينا بورتقال لدينا بورتقال الكلمة هي مكتوبة ولدي بورتقال وعيد بورتقال في البطاقة اللي نشاهدو اللون أزرق هنجدو الحروف بورا أعيد هنجدو الحروف بورا بورا جبال جبال حبال تقال إذن ما هي تكملة الحروف حتى تكون الكلمة صحيحة إذن هي بورتقال يلا أولادي سنمر إلى السؤال الأخير سنمر إلى السؤال الأخير ألون بطاقة كل اسم يتضمن ق أو ق مهم القف بالفتحة القف في أول كلمة هنا وعن القف في وسط الكلمة يلا سأقرأ الأسماء الموجودة داخل البطاقة ياسمين أعيد ياسمين عبد القادري عبد القادري سفيان رقيته أميمته أميمته قيس قيس إذن يلا فنرى جميعا البطاقات المتضمنة حرف القف ياسمين غير موجود فيها حرف القف إذن مغلونها شي عبد القادري نعم لدينا حرف القف إذن سنقوم بتلوين هذه البطاقة لأنها تتضمن حرف القف سفيان سفيان لا حرف القف ليس في هذه البطاقة رقيته رقيته نعم لدينا حرف القف هنا إذن سنقوم بتلوينها أميمته 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 لا حرف القف ليس لدينا هنا قيس قيس نعم حرف القف موجود في الكلمة الأخيرة إذن سنلوينها والتوفيق والتوفيق ورقيته العدد 10 إن شاء الله بإذن الله سنحاول ما أمكن نتحرف على الأعداد من 10 إلى العدد 15 يلا رقزوا معي مزين هذا العدد 10 حول ما أمكن تكتبوها في الألواح تدعو ورقزوا هذا العدد 10 هذا العدد 10 هذا 11 11 12 12 12 توقع ما العدد لدينا بحب الترتيب 12 12 13 13 13 14 15 15 أعيد أنا هنعود أولادي مع التركيز تركيز أعداد هذا دائما نخصم الكتابة والتركيز سأجدعو عليهم هنا إن شاء الله سأعرف الوحدات والعشرات إذا أنتم سأعرف الوحدات والعشرات ولكن إن شاء الله سأعرف باستمرار والحفظ قلنا جميعا شوفوا معي سأعرف هذا العدد عشارات عشارات سأعرف سأعرف عشارات من اليمين 13 ثلاثة عشارة ثلاثة عشارة هذا العدد أربعة ونقرأ من الوحدات إلى العشارات أربعة عشارة أربعة عشارة هذا العدد خمسات ونقرأ من الوحدات ونقرأ من الوحدات قبل عدد 5 ونقرأ من الوحدات خمسات عشارة خمسات عشارة يلا أولادي حاولوا ما أمكن تكتبوهم الأعدد تكتبوا العدد عشارة وعودوه العدد 11 مسحوا وعودوه 12 ثلاثة عشارة أربعة عشارة خمسة عشارة إن شاء الله حتى تركزوا و تحفظهم مزيان وعقل عليهم بيتس وفاق إن شاء الله شكرا 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 شكرا